تعثر وندرة الحلول السياسية وانسداد في منافذ الحوار وما قد ينتج عن نجاحها بيد أن فشالها أو لنقل عدم نجاعتها أطفى على الوضع مزيدا من التعقيد الممزوج بالتصعيد بعد أن سيطر المحتجون على ثالث الجسور مخرجين إياها عن الخدمة بعد أن دخل الأحرار ضمن نطاق التحكم من جانب المتظاهرين سياسيا لا يخلو المشهد من تعقيد حلث تضاد الرؤى والأفكار والتصورات عن الحل الآن والمستقبل جعل من التحالفات جانحة نحو التفكك والاتفاقات تميل لجانب الذوبان تحالف سائرون أول المسارعين إلى الاعتصام في مجلس النواب وأسرعهم دعوة إلى إقالة الحكومة وكان ذلك من وجهة نظرهم براءة منها وإذانا بعمره الذي أزف بعدما أريق الدماء في التحرير وتلك كافية بنظرهم لقطع خيوط العلاقة بين أي شعب وحكومة المتحالف مع سائرون الفتح ينظر إلى إنكانية اتخاذ إجراءات إضافية إصلاحية برلمانية وحكومية كفيلة بإرجاع المتظاهرين إلى منازلهم وانتظار التطبيق لكن غليان الشارع قد يدفع الفتح إلى تغيير موقفها وبذا يصبح عبد المهدي خارج إطار الحماية البرلمانية بعدما رفع سائرون يده عنه الجمود السياسي الذي يمر به البرلمان بالرغم من محاولة تطمين وتهدئة المتظاهرين بحزمة إصلاحات لم تنفع امتد إلى خارجه كما أن مواقف الكتل الأخرى كالنصري والحكمة ما يزال ضبابيا غير واضح المعالم والمسارات لتثفى صورة على المشهد ككل اتخذت من التعقيد شكلا حول كيفية وموعد إنهاء التظاهرات بما يرتضيه المتظاهرون وذلك يستدعي تحقيق المطالب أولها رحيل عبد المهدي الذي يبدو أنه يتكئ على من يسنده برلمانيا وسياسيا ترجمة نانسي قنقر